موسيقى يعني العلاقة بيني وبين الوالد الشهيد الخالد القائد أبو العبد كانت علاقة الأخ والصديق علاقة الحب علاقة الوالد بابنه وعلاقة الابن للوالد بمرآته في عمله السياسي وعمله الإنساني وعمله الرياضي ولذلك الوالد رحمة الله عليه يعني هو تزوج في سن المبكر بسبب أن قدم على هذه الدنيا لجد الحج عبد السلام بعد سبعة من البنات وكان عمر جدي رحمه الله عمره 63 سنة ولذلك يعني والدي كان يعني هو تقريبا يعني الحاضن برغم صغر سنه إلى خواته وأيضا كان فرحتهم الكبيرة ولذلك جدي رحمه الله زوجه بدري تقريبا وهو عمره تقريبا 18 سنة أو أقل تقريبا ولذلك الوالد حينما دخل الجامعة كنت يعني تقريبا أنا معه في سن 83-84 كان عمري ثلاث سنوات وكان كل الجيل الذي مع والدي كان يعني شيء يعني مستغرب بأنه طالب في السنوية العامة أو في الجامعة لأنه هو في السنوية الأزهرية أو الجامعة أنه متزوج يعني ومعه يعني طفل وأصبحت أنا يعني في ذلك الوقت يعني زي ما قلوها يعني ابنا للجميع فالكل كان يعني مبسوط يعني بي ولهذه الأمر وجدت العلاقة وأن عمري أربع سنوات أو خمس سنوات العلاقة بدأت مع مبكرة ليس مع الأطفال في الحارة بل مع يعني الرجال والشباب الذين هم عمر يعني والدي وهذه كانت من أهم محطة حياتي مع والدي الذي كان يتنقل بين الجامعة بين النادي بين الملعب بين المسجد بين القدس بين الضفة بين كفر قاسم بين كفر كنة لأنه في فترة الجامعة الوالد زهر عام من موقعه في الكتلة الإسلامية في مجلس طلاب الجامعة الإسلامية خطيبا مفوها ثم رئيس المجلس عام 85-86 فأصبح هو أيضا يعني له خلنا نقول صولات وجولات مع بروز يعني الحركة الإسلامية في 85-86 بالعمل الكتة الإسلامية والشبابي والطلابي وأيضا هو يعني كان كما قلت لك فأنا كنت أتنقل في كل مراحل حياة الوالد قبل عام حتى 87 ودخول الانتفاضة المباركة في أيضا في الانتفاضة يعني كنت أنا بجانب والدتي وكان لدي من الإخوة أربعة ومن البنات تقريبا أختين كان همام ووسام ومعاز وكانت سناء وبوسينة مع دخول الانتفاضة 87-88 ولذلك حين كان فترة الاعتقال لوالدي منذ طفولتي فأنا كنت أيضا من محطة مهمة جدا مع إخواني مع أمي يعني في رعاية البيت وأتنقل مع أمي بين السجون والمعتقلات وبين أيضا كافة الأمور وذلك سبحان الله هذه الفترة التي كانت فترة الطفولة أنني تعاملت مع سن الشباب بأكبر مني بأنها كسرت حواجز كثيرة يعني حواجز كما يقولون الطفولة في الإحراج حواجز الطفولة في الحديث والكلام وإلى آخر حواجز الطفولة حتى في الزيارات على المستويات الاجتماعية وإلى آخره فهذه كانت مهمة جدا في محطة حياتي ثم بعد ذلك حينما انتقل الوالد بعد الإبعاد إلى علاقته بعد مرحلة التوافق أو مرحلة الاتفاق يعني أوسلو وعودة السلطة بأنه كان هو عنوان من عنوين يعني الوحدة الوطنية واللقاءات على مستويات يعني الفصائل والسلطة وهذه كانت جزء أيضا كمان محطة من حياتي أثرت بي بأن أكون رجل أيضا علاقات مع كل الناس الذين كانوا يعني والدي يتحدث معهم من مكتب رئيس أبو عمار مرورا بكل قادة يعني الشعب الفلسطيني وعلى مستوى أيضا قيادات الحركة فهذه أيضا كانت من المواقف التي كمان أسقلت شخصيتي بشخصية والدي والتي جعلتني أيضا شخص أنني أتواصل مع قيادات الشعب الفلسطيني في هذا الأمر ثم بعد ذلك في المستوى لما جاء أيضا رئيسا للحكومة وأيضا كان أيضا على مستوى القيادات الدولية والقيادات العربية والقيادات السياسية فهذه كانت أيضا جزء من تأثير حياتي بحكم العلاقة يعني من خلال التواصل مع مكاتب الرؤساء أو مكاتب الدول أو مكاتب من كان له علاقة من الدول يعني مع الوالد إلى حتى هذه اللحظة فهذه الحياة كلها هي ثقلتني وتأثرت بها بحياة والدي بأن والدي جعلني كما يقولون منذ الطفولة بأنني شاب كبير أحمل قضايا متعلقة إنسانية اجتماعية قضايا البيت قضايا الوطنية قضايا العلاقات فالحمد لله امتازت كل هذه الأمور بتأثير والدي الذي كان لي أخا وصديقا وليس فقط والدا ما هي أبرز الذكريات ببالك راسخة؟ يعني من الذكريات الكثيرة التي كانت بيني وبين والدي يعني منذ عام 1985-86 أن قدمني خطيبا مفوها متحدثا لمستوى مثلا رؤساء على مستوى رئيس الجامعة الإسلامية الدكتور محمد الصيام وهو يعتبر من أكبر الشخصيات قامة علمية في التمانينات على مستوى فلسطين وخطيبا للمسجد الأقصى المبارك يعني كانت هذه من المواقف الذي كانت موقف جدا في حياتي أن والدي قدمني في هذا الموقف أيضا حينما كان مجيء أبو عمار رحمه الله في عام 1994 يعني الوالد في ليلة العيد حينما وصل إلى زيارة بيت الشهيد رفيق السالمي أنني خطبت فيه أبو عمار وهذا كان أيضا الوالد سعاته جدا كبيرة جدا بهذا الخطاب على المستوى أيضا الرياضي كان هو الداعم الأساسي يعني لي على مستويات حركتنا الرياضية وحياتنا الرياضية وهذا كنت بفضل الله ثم بفضله كان هو الداعم الأساسي على مستويات تطوير التوافق الوطني والوحدة الوطنية الرياضية على مستوى الضفة والقطاع أيضا كان هو جزءا مؤسرا وداعما على مستوى تطوير دعم الأندية دعم المؤسسات على مستويات العائلة يعني كان هناك لدي يعني جعلني لدي كلمة يعني في داخل العائلة من خلال المشورة من خلال التواصل مع كبار العائلة في المخيم على مستويات كثيرة فالوالد له مواقف بيني وبينه يعني كثيرة جدا وكبيرة جدا في هذا المسار كيف أثرت مسؤوليات والدك القيادية على حياتكم العائلية شوف يمكن حياة القائد الفلسطيني لا وجود لحياة العائلة لأن القائد الفلسطيني وبالتحديد على مستوى قيادات المقاومة العائلة تكون مظلومة كاملة في حياته يعني مثلا أنت على مدار 16 سنة في الحروب أنت في نظام الإخلاء من البيت نظام الإخلاء من البيت كل تصعيد كل حرب أنت لم تعيش في البيت لم تعيش في بيتك مثلا مثلا عوام الناس هذا أولا ثانيا أنت مثلا تعيش حياة صعبة جدا لأنه كل حياتك زي ما بقولوها الناس ستتطلع إليك حتى لو ذهبت إلى مطعم حتى لو ذهبت إلى أي مكان حتى لو شريت أي شيء متعلق في زيادة في حياتك حتى لو صفرت حتى لو فكل شيء أنت يعني ينظر إليك وتكون يعني أنت كما يقولون الفوكس عليك أقول لك حتى على مستوى أفراحنا يعني تصور أن الوالد لديه تمانية من الأبناء ثلاثة استشهدوا رحمة الله عليهم والتمانية كانوا متزوجين أن والدي لم يحضر إلا عرص واحد فقط تقريبا سبعة لم يحضر أعراسهم لأنه كان بين المطاردة وكان ما بين الاختفاء وما بين الاختباء على مستوى البنات أعتقد لم يعني يشارك فرحتهم إلا يمكن بنت أو بنتين فقط ولذلك لأنه كان على مدار أكثر من عشرين عاما هو في حالة المطاردة وحالة الاختفاء حتى في حالة الأفراح أنت لم تقم بفرح مثل أي الناس حتى على مستوى نقول الغداء أو على مستوى الصالات أو على مستويات متعددة ولذلك حياة قائد المقاومة وعائلة المقاومة وعائلاتهم وعائلات قيادات الشعب الفلسطيني لم يعيشون تصور أن أنت لم تعيش طفولتك مثل طفولة الناس بأن والدك كان معتقلا في عهد طفولتك في حينما أن تكون الوالد والأم هم السند للطفل في مستوى المدرسة في مستوى الحياة لم تعيش لم نعيش نحن لم نعيش مع أبانا في طفولتنا ولذلك حينما كان أنا مثلا عمري تقريبا ست سنوات دخلت الانتفاضة الأولى عام 1987 ودخلت الصف الأول وخرجنا في الصف الأولى عدادي لم نعيش مع والدنا على مدارة سبع سنوات لأنه خمس سنوات ما بين الاعتقال والإبعاد تتكلم عن سنتين بأوقات بسيطة جدا ولذلك لم يعيش أي إنسان من عائلات شعبنا الفلسطيني عامة ومن عائلات قادة شعبنا الفلسطيني ومن عائلات قادة المقاومة لم يعيشوا حالة أي حالة من الاستقرار بعيدا عن الوهم الإعلامي الكبير والإشعاعات الكاذبة الكبيرة التي كانت تديرها مؤسسات الإعلامية من خلال توجيهات الشباك الإسرائيلي وغيرها يعني أنت كما قلت لك أنك في فرح يعني في فرح ابنك لم تكن موجود وأنت خارج السجن مثلا أو خارج الإبعاد ولكن أنت مطارد أنت في حالة أحد العزيان يعني في العائلة على مستوى ليس عائلتنا على مستوى العائلة الأكبر عائلة هنية لم تشارك الأحزان أنت أيضا على مستوى العائلة من المواقف الصعبة أن الوالد تغرب آخر أربع سنوات عنا كاملة منذ عام 2019 حينما يعني خرج خارج أرض الوطن لرئاسة المكتب السياسي لأن الأمور تحتاج إلى تنقلات كثيرة بين الدول وتعلم الظروف في غزة من حروب ووالآخره أيضا على مستويات التعليم أو مستويات التخرج أنه لم يفرح في أبناء حينما يعني يتخرجون يعني كثير من الأبناء تخرجوا من الجامعات ولم يحضر يعني هذا التخرج ولم يعني يكن معهم إلا سوى قليل حينما يولد الأحفاد أو يولد حتى الأبناء يعني كثير من الأبناء يعني أولد وكان والدي بين المعتقل وبين المطاردة وبين السجن وبين الاختفاء حينما أنت تفقد فرحة قدوم ابنك وأنت في السجن أو أن تكون مطاردا وإلى آخره حينما أيضا أنت تريد أن تعمل شيئا لابنك على مستوى منحة الجامعة وعلى مستوى الدراسة في الخارجية على مستوى الدراسة الخارجية لأنه يعني هناك لدي ثلاثة من الإخوة يعني الآن يدرسون شهادة الدكتوراه ولذلك يعني لم تسعفهم لم تساعدهم وكأنك أنت في تحت مرمى لأنك أنت قائد والله طلعت ابنك لدراسة الدكتوراه فدرسوا مثلا في داخل غزة وهو شرف عظيم لنا بأن جامعاتنا في غزة وفلسطين أقوى من جامعات كبيرة على مستوى الدول العربية ولذلك أنت في كل شيء أنت في كل شيء كنت تعيش يعني موقف الصعوبة لأنك أنت في بيت قائد معرضين كم نحن تعرضنا إلى قصف البيت أكثر من مرة وأنت من الاحتمال أن تكون شهيدا أنت في كل تصعيد من الاحتمال أن تكون أنتم الشهداء يضربوا البيت فتستسجد أنت وأمك وكل إخوانك وكل يعني عائلتك ولذلك القضايا الصعبة كثيرة جدا في كل بيت من بيوت يعني قادة الشعب الفلسطيني وقادة المقاومة لأن هذا الحرب مع هذا الاحتلال المجرم هي حرب في كل أصنافها الإنسانية وغير يعني الإنسانية وكم من آلاف من الأسرة القابعين خلف القطبان وكم آلاف بل مئات الآلاف من الشهداء الذين ارتقوا شهداء في طريق يعني التحرير ولم يعني يفرحوا مع أبنائهم ولم يشعروا بأن أبنائهم متواجدين فإنت حينما يكون الوالد خارج السجن ولم يكن شهيدا وأنت لا تستطيع أن تشاهده بسبب المطاردة أو بسبب الاختفاء أو بسبب ظروف كثيرة أو حتى يعني الغربة كيف تقيم تأثير والدك على الحركة الوطنية الفلسطينية وعلى حماس تحديدا؟ يعني شوف الوالد بشخصيته منذ تقريبا شبابه وبدأ بالعمل الطلابي وانخرط بالعمل السياسي أن الوالد الحمد لله كامل له سمات خاصة أولا الوالد أبو العبد كان له دايه سمات قبول كل عند أبناء شعبنا الفلسطيني وعند كل فصائل العمل الوطني والإسلامي أبو العبد كان شخصية الوطنية التي يعني له رمزية خاصة بأنه شخصية الوحدة شخصية التوافق الوطني الفلسطيني بأن أبو العبد شخصية كان سلسا كان قلب واسع كان بشوشا كان مبتسما حتى في كل الظروف المحيطة داخليا على الوضع خلق الداخلي الفلسطيني كان دائما يكون جزءا مهما جدا من صناعة حالة التوافق وحالة الوحدة وهناك مواقف كثيرة جدا حتى مع الخصوم التي يعني وصلت الأمور إلى ظروف صعبة جدا على مستويات وتعرض لعمليتين يعني اغتيال داخليا على معبر رفح وقصف يعني بيته بقزائف الأربيجي وإلى آخره ولكن يعني بما معناه تحمل كل ذلك وحتى الخصوم وحتى غير الخصوم لم يكن دائما إلا أن يكون ودودا حبوبا وأن يكون أيضا سعيدا بأي لقاء يجمعه بالكل الفلسطيني حتى بالرئيس أبو عمار حتى بالرئيس أبو مازن حتى بكل قادة فسائل العمل الوطني والإسلامي وكان جزءا مهما جدا من حياته بالتأكيد أن الشعب الفلسطيني يتأثر برحيل القيادات لأن كل قائد له كريزما خاصة ولذلك حماس أيضا تتأثر بالقائد أبو العبد والشعب الفلسطيني كما قلت لك لأن هذه القيادات لها تأثير كبير بتاريخ شعبنا الفلسطيني ولكن هذا الشعب الفلسطيني بأنه شعب ولاد وأن الفصائل العمل الوطني والإسلامي هي ولادة وأن الشعب الفلسطيني مسيرته مرعية من الله عز وجل فبالتأكيد أن الله عز وجل يسخر لشعبنا إنما إذا ترتقي القيادات يولد قائد جديد برغم تأثير غياب القيادات كان على المستوى الوطني أو على المستوى الحركي ما هي رؤية والدك للقضية الفلسطينية وكيف تطورت هذه الرؤية عبر السنة يعني أعتقد رؤية الوالد هي منذ طفولته لأنه ابن المخيم هو اللاجئ هو صاحب القضية هو الذي شاهد يعني احتلال 67 وهو الذي شاهد ما بعد 67 في السبعينيات حينما كان في مخيم الشاطئ وقام المجحوم شارون بتدمير المخيم وتكسير عظام الناس في مخيم الشاطئ في طوق الشهر في السبعينيات وتدمير المخيم على الفدائيين على الفداء الشهيد حمزة كنفوش في جيش التحرير والشهيد محمد دهمان والشهيد محمد غبن وأيضا مرحلة التمانينات في اقتحام الجامعات في اقتحام الجامعة الإسلامية ثم بعد ذلك انتفاضة 87 تشكل هذا الوعي منذ طفولته بأن هذه فلسطين يجب أن تتحرر من النهر إلى البحر وحافظ على هذا حتى استشهاده ورفض كل الإملاءات ورفض كل المزايا التي قدمت له على المستوى القيادي على المستوى التنظيم أو على المستوى الوطني أو حتى على المستوى لما كان رئيس الحكومة التي حاصرت أمريكيا حكومته في ظل الانتخابات الدموقراطية وقال الشعار الخالد الذي ردده كل الملايين بل مئات الملايين قال القائد إسماعيل لن نعترف بإسرائيل ولن تسقط القلاع ولن تخترق الحصون ولن ينتزع من المواقف وأن فلسطين من النهر إلى البحر وأن نحن نعيش في هذه الدنيا وأننا سنسلم الأجيال الراية خفاقة عالية للأجيال القادمة لأن فلسطين هذه هي أرض وقف إسلامي نعم ولكن كان هو أيضا سياسيا محنكا قاد العملية السياسية ضمن عدم التنازل عن أرض فلسطين ولكن كان هناك الحديث عن إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة وغزة كحل مرحلي والتي كان في اتفاقية الأسرة في عام 2006 ثم بعد ذلك في بيام الأمناء العامين ثم بعد ذلك مع انطلاق الطوفان كان حديثه الواضح ببرنامجه السياسي بأن تقام الدولة الفلسطينية وأن تطبق القرارات الدولية وأن تطبق كل قرارات الأمم المتحدة بإقامة الدولة الفلسطينية لكن دون التنازل عن أرض فلسطين لأن أرض فلسطين هي ملك للشعب الفلسطيني وهي وقف إسلامي ولا يحق لأي كان من يكون أن يتنازل عن أي متر من أرض فلسطين لأنه كان دائما يردد يقول لم يبقى القوي قويا ولن يبقى الضعيف ضعيفا وأننا نحن في تجارب التاريخ وفي تجارب الحياة كم مر احتلالات على أرض فلسطين وأزيلت هذه الاحتلالات وكان دائما يقول بأن فلسطين قبل أن يحررها صلاح الدين بأنها بقيت سبعين سنة لم يرفع الأذان في المسجد الأقصى المبارك وتحول المسجد إلى استبل إلى الخيل حتى غاصت الخيول بركبها بدماء المسلمين حتى وصلت إلى ركبهم ولم يقم أذان في المسجد الأقصى المبارك ولذلك جاء صلاح الدين وفتح مسجد الأقصى وانتصر على الصليبيين فأرض فلسطين أرض المحشر وأرض المنشر أرض بإذنه تعالى أرض الرباط وأرض الوقف يعني الإسلامي بما تمثل فلسطين أرض الأنبياء وأرض مصر الإسرائي والمعراج وأرض حتى الديانات لأن معظم يعني الديانات متواجدة في فلسطين كاملة ولذلك كانت فلسفته الوطنية وفلسفته السياسية نتلين سياسيا بالمواقف الوطنية والعمق العربي والدولي دون التنازل عن ضرة تراب من أرض فلسطين كيف نتعامل والدك مع الضغوط الدولية والإقليمية خلال فترة قيادتي الحماس يعني الوالد تعارض الوالد يعني كما تقول بأنه رسم خطا مستقيما لا تنازل عن أرض فلسطين ولا توقيع على أي ورقة ولكن يتم التكيف مع أي إجراءات بما معنى دولية أو غير يعني دولية وكان عنوانه الصمود والسبات وكان عنوانه بأنه سيلقى الله شهيدا سيسلم هذه الراية خفاقة ولذلك حينما عرض الاتفاقيات والالتزام بالاتفاقيات وأكد رفضه في حكومته عام 2006 لأنه هذا كان المشهد المغاير عن مشهد قيادته للحركة لأنك أنت تستقود حكومة حكومة الشعب الفلسطيني المنتخبة ولذلك حينما الأمريكان رفضوا الانتخابات ونتائج الانتخابات ومع من لف من الأمريكان وهناك للأسف كان وضعا داخليا أيضا يعطل يعني نتائج الانتخابات لكن كان هناك شيئا واضحا في حياته بأننا نحن ضد كل هذه الضغوط وأن كل هذه الضغوط وأن كل هذه الحصار لن تسنينا عن رؤيتنا وعن قرارنا ولكن نتلين في كل المواقف التي تستطيع يعني تقديم شيء على المستوى العربي والمستوى الدولي والمستوى الفلسطيني في حالة توافق وطني دون أن تكون في توقيع على أي شيء متعلق في إطار التنازل فرفض الضغوط وصمد أمام الضغوط وصبر على آلام المؤامرات التي تعرضت له حكومته وشعبنا وكان ندا للإسرائيليين في أرض المعركة وبنى قوة وجيش وشعب ودولة مقاومة وشعب وجيش وكان هذا ما شاهدتموه وشاهدوا العالم في صبر غزة على مدار عشرين عام تقريبا ممكن تشاركنا بعض الجوانب الشخصية من حياة الوالد قد لا يعرف لهم الناس يعني الوالد بجوانب الشخصية والجوانب الإنسانية الوالد شخص إنسان حبوب قلب حنون رؤوف يعشق أهله يحب أبنائه يحب أحفاده يحب جيرانه رفض الخروج من المخيم منذ عام 2006 حينما تسلم قيادة الحكومة وعرض عليه بأن ينتقل خارج المخيم رفض وقال على كل منابر العالم إن أنا أفتخر بأنني ابن مخيم الشاطئ ولذلك كان حياته المسجد حياته القرآن حياته حبه للناس حياته مساعدة الناس حياته مشاركة الناس بأفراحهم وأطراحهم حياته كانت حياة الرياضي كان يتابع الرياضة ويلعب رياضيا يعني شبه يوميا لأنه هو لاعب في الأندية في غزة ولاعب منتخب الجامعة ثم أصبح رئيسا للنادي وكان تجمعه مع قدامى اللاعبين مع الرياضيين كان يتابع معظم البطولات الرياضية كان دائما يتأثر جدا في عوائل الشهداء كان كم يعني يسعد بسعادته حينما يشارك أي عائلة شهيد يعني أبنائهم في التخرج بأفراحهم كم كانت سعادته جدا حينما يجلس على باب البيت في المخيم والأطفال يلعبون الكرة أمامه والسيارات تتحرك وحتى أيضا يعني الجيران ويجلس مع الجيران يعني بالساعات الطويلة يتكلمون عن طفولتهم الحج صاحب نكتة الحج أيضا صاحب فن فهو كمان صوته جميلا ليس على مستوى القرآن أيضا صوته جميلا أيضا على صوت الفن كان يعني ينشد وكان أيضا له من المزايا الجميلة يعني ولذلك الوالد في حياته يعني إنسانيا كم كان يسعد مع أحفاده وكم كان سعادته جدا جدا برغم أن كانت هناك ثقل من الأمور والهموم التي لا توصف ولكن حينما يعني يدخل البيت ويلتقي بأحفاده يعني يكون سعادة كثيرا جدا هو يسمي حتى يعني أحفاده بأسماءهم وحتى في العائلة وهو وفي هو رجل لديه من الوفاء الذي لا يصف أبو العبد وفي لكل شخص على مستويات كثيرة جدا 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 على مستوى أبنائه على مستوى مرافقيه على مستوى من كان يعني يعيش مع أبيه في طفولته من كان يعيش مع أمه كان وفي إلى قيادات الشعب الفلسطيني كان يسعد جدا يعني برغم الأحداث يعني الظروف جدا برغم التي عصفت في غزة لكن كانت في قيادات فلسطينية كبيرة جدا يعني موجودة في غزة كان لها مراكز كبيرة جدا في عهد السلطة وحينما يعني صارت الظروف السلطة يعني انتقلت إلى الضفة الغربية تعلم أن بعض الناس يرتبطون بالناس بالمناصب والمصالح لكن الوالد كان هذا الموضوع لديه خط أحمر يعني أنا أذكر أن الحج أحمد القدوة وهو يعني خال الرئيس الشهيد ياسر عرفات وهو كان مدير رئيس التنظيم والإدارة في السلطة الوطنية الفلسطينية الحج مطلق حينما كان الحج رحمة الله عليه وهو توفى يعني أقول لك يعني يوميا في مكتبه يمكن آلاف من الناس الذين يعني يودون الحج ولكن يوم أن توفت أخت الحج رحمة الله عليها تقريبا في الـ 2009 أعتقد والله أعلم أو 2011 لأذكر السنة لم يكن العزى بالذي كان الحج في وقته رئيسا للتنظيم والإطارة يعني لو توفت أخت الحج أحمد مطلق القدوة في فترة أنه كان في عمله يمكن يمكن يكون عشرات الآلاف أو أكثر يعزونه ويجدسونه يمكن في العزاء فأنا سبحان الله قلت للوالد رحمة الله قلت له حاج قال قلت له في عز عند الحج أحمد القدوة وهي كيكك الموضوع فأخذ كل من كان معه في اجتماع الحكومة وذهب إلى الحج أحمد القدوة وعزاه بوالدته عفوا بشقيقته الأخت زينب الوزير أم أحمد وهي أخت الشهيد القائد أبو جهاد توفت يعني بعد انتقال السلطة ثهب وصلى عليها صلاة الجنازة ولذلك كان الوالد وفي أي عزاء في الطريق يتحرك بموقبه مباشرة أي إنسان مريض يستطيع الوصول إليه يكلمه حتى على التليفون حتى هو كان في الغربة في الدوحة يعني بمعنى يتكلم مع الناس على التليفونات من المخاتير من العشائر من الناس من من إلى خير كان موقف الوفاء للقيادات الكبيرة زي الحج عبد الفتاح دخان يقبل رأسهم مدرسوه كان يقبل يديهم يعني كل معظم المدرسين اللي درسوا الحج في الأظهر الشريف كان يقبل يديهم ما هي الرسالة التي يود والدك إيصالها للشعب الفلسطيني وللعالم يعني أولا رسالة الشهيد هي للشعب الفلسطيني بأن شعبنا بإذنه تعالى سيستمر بمقاومته حتى إن شاء الله يزول الاحتلال وحتى إن شاء الله أن يزول الاحتلال عن أرضنا وعن عودة إن شاء الله اللاجئين بإذنه تعالى وأيضا رسالته دائما هي وحدة شعبنا الفلسطيني لأن الوحدة هي التي ستكون هي أساس يعني من أساسات تحرير الشعب الفلسطيني أما رسالته للأمة أن يجب الأمة كلها أن تتوحد خلف الشعب الفلسطيني وخلف قضية فلسطين لأن فلسطين هي قضية إنسانية وقضية سياسية وقضية دينية لأن الشعب الفلسطيني هو شعب آخر والشعوب ما زال محتلا في هذا العالم وأن وحدة الأمة مطلوبة ودائما كان هو يقول ليلة نهار ويعمل ليلة نهار على وحدة الأمة وأن الأمة لا بد أن تخرج من كل ما هي تعيش به من الاقتتال ومن الطوائف ومن التقسيم ومن التفرقة وأن تعود الأمة العربية والإسلامية كوحدة واحدة من أجل فلسطين ومن أجل قضية الشعب الفلسطيني وأن أيضا هو كان تربطه علاقة مع كل أبناء وقيادات وزعماء الأمة علاقة واحدة هدفها واحد الحب والتقدير والسناء والعلاقة التي ترتسم رسمها ونهايتها بأن تكون فلسطين محررة بإذنه تعالى هذه هي كانت رسالته في حياته وهذا ما كان في شهادته بأن شهادته وحدت الأمة وشاهدنا مئات الملايين الذين خرجوا وصلوا عليه صلاة الغائب وشاهدنا موكب التشريع في طهران وفي الدوحة والمشاركة الكبيرة جدا على كل المستويات الرسمية والشعبية والأهلية والتي كانت أيضا رسالة شهادته رسالة وحدتنا الوطنية التي تجلت في شهادته وفي عزائه وفي جنازته بمشاركة الكل الفلسطيني من الرئاسة وكل الفصائل وكل الحكومة وكل الحكومات وكل الأحزاب وكل أبناء شعبنا الفلسطيني وأيضا رسالته بأن شعبنا الفلسطيني ما زال يقاوم يعني هذا الاحتلال المجرم القاتل النازي وأن رسالته دائما أن العالم يجب أن يوقف الحرب على غزة وأن غزة بإذنه تعالى ستبقى عزيزة منتصرة برغم كل ما يدور يعني بها وأن القدس ستبقى هي البوصلة وأن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية وأن أهلنا في التمانية وأربعين وأهلنا في الضفة شعبنا الفلسطيني شعب سيلتحم في معركة التحرير ومعركة التحدي لهذا الاحتلال وأن هذا الاحتلال إلى زوال بإذنه تعالى وأن ما قام به الشباب في 7 أكتوبر من شباب ورجال وأبناء وقيادات هذه الحركة وأهلنا في غزة هي رسالة خلخلة هذا الاحتلال وأن الاحتلال أصبح أمام العالم بأنه احتلالا مجرما قاتلا يجب أن يزول كيف ترى مستقبل القضية الفلسطينية في ضوء الفوال؟ يعني القضية الفلسطينية كما قلت لك هي قضية عقائدية دينية وأن هذا القضية على مدار مئة عام وأن الاحتلال المجرم والاستعمار على مدار مئة عام منذ الاحتلال البريطاني مرورا بـ 75 عام من الاحتلال الأمريكي الإسرائيلي إلى أرض فلسطين الشعب الفلسطيني باقي وأن هذا الاحتلال سيزول وأن إرس والدي سيبقى إرسا مستمرا لأن إرس والدي هو إرس قادة شهداء كثر وإرس شعب فلسطيني كبير وعظيم عصفت في الشعب الفلسطيني قضايا كبرى شاهدنا النكبة الـ 48 وشاهدنا من قبل وعد بلفور وصورة وشاهدنا أيضا الـ 67 وشاهدنا الانتفاضة والانتفاضتين وشاهدنا المعارك وشاهدنا التصعدات وشاهدنا الاقتحامات وشاهدنا مئات آلاف الشهداء وملايين من المعتقلين وملايين من المهجرين اللاجئين ولكن الشعب الفلسطيني وإرس والدي سيبقى هذا الشعب وسيبقى إرس والدي هو مضيئا في هذا الكون وفي هذا العالم حتى بإذنه تعالى تتحرر أرض فلسطين من النهر إلى البحر أو أن تقام الدولة الفلسطينية وتطبيق كل القرارات الدولية وقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة هل يمكن توصف يوم عادي في خيات عائلتكم عندما كان الوالد رحمه الله في المنزل؟ نعم أولا نحن تعلم بأن العائلة كان الوالد تقريبا يعني الساعة التاسعة صباحا يعني نلتقي به مع الوالدة يعني على فنجان القهوة بمن حضر من الأبناء أو البنات لأنه تعلم البنات متزوجات والأبناء أصبحوا يعني كانوا متزوجين فأنا كنت تقريبا بجانب يعني والدي بحياته وأخي همام تقريبا يعني نحن من كنا يعني معه يوميا ما عدا فترة الأربع سنوات في الغربة أنا كنت يعني متنقل ولكن أخي همام معه فكانت الساعة التاسعة تقريبا يعني نلتقي به نشرب فنجان القهوة ونشرب الشاي والقرشلة هذا يعني كان الفطور يعني الدائم لنا في هذا البيت فحتى من الدعابة بينه وبينه وبقوله يا حج بدنا نغير الفطور يعني نعمل الفطور حم صفول وكذا وإلى آخره إلنا صارنا 35 سنة تقريبا أنا بفطر قرشلة قال لي يا عبد السلام إلك 35 سنة أنا إلي 50 سنة بفطر شاي وقرشلة هذه من الدعابة يعني كانت على الإفطار ثم بعد يعني الإفطار مثلا يكون تعرف لديه يعني جدول اللقاءات جدول الاجتماعات إذا كان فيه هناك فيه أفراح أو فيه زيارات يعني يقوم مثلا يعني زوروا فلان زوروا فلان زوروا فلان مثلا لأننا حنكون اليوم في اجتماعات كان يعود إلى البيت الساعة الرابعة مثلا عصرا من الرابع عصرا يعني هذا في اليوم العادي غير اليوم الذي يكون فيه من الأحداث أو المطاردة أو إلى آخره الساعة الرابعة مثلا نتغدى مع بعضنا هو كان دائما يحب يعني غداء الحجة وأكل الوالدة وكان دائما هو يعني يحب الغداء من المتعلق في إطار القضايا للطبايخ كما يقولونها البزيلة المجدرة البامية الفصولية البيضة منخية فتة العدس الفتوش يعني يعمل هو في الصلطة فهذه كانت سبحان الله فترة الغداء يعني كان بوضعه الطبيعي وبعد صلاة العصر يعني يرتاح ساعة تقريبا ثم بعد ذلك يستأنف حياته إن كان فيه هناك زيارة اجتماعية أو أن يكون فيه لقاءات أو أن يكون فيه بمعنى أي شيء إذا كان في الليل يعني تكون هناك مباريات كرة القدم في الدولة الأوروبي أو بطولات الدولية يعني يحضر يعني المباراة وبتاع فيه نحن عائلة رياضية يعني فمنعمل جو الرياضي يعني المباراة كريال مدريد برشلونة يعني ناخد من وقته الساعتين وخلال الساعتين يكون تلفونه وأيضا يعني 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 البريد تبعه اليومي يقوم بتوقيع البريد أو يقوم بأي شيء حتى فيه سياق يعني متابعة المباراة بعد تقريبا في المباراة تنتهي ساعة 12 في الليل بالتأكيد إذا فيه أي حدث لا سمح الله طارق مباشرة تنقلب تنقلب الأمور يعني وفترة المساء تقريبا يعني بيجوا البنات بيجوا كذا بيكون فيه يعني الجو العائلي في هذا الأمر وفي هذا الموضوع ثم بعد ذلك يعني هو يذهب يتابع إذا فيه أي شيء الوالد كان ينام معدل فقط خمس ساعات يوميا كان تقريبا بنام تنتين مثلا بصحى ثلاثة وربع يقوم يتوضى عنده القيام ثم صلاة الفجر إن كان الوضع الأمني وضع مستقر يذهب إلى المسجد إذا لم يكن مستقر إما في البيت أو في المكان الذي يكون به يعني مختفيا ثم بعد ذلك بعد صلاة الفجر يعني الأذكار ثم الورد القرآني تقريبا الساعة يعني ينتهي الساعة السادسة ينام تقريبا من السادسة إلى تمانية تقريبا يعني تمانية تمانية وربع يقوم يعني من النوم وإلى آخره ثم يكون في 30 دقيقة يعني ما بين نزوله إلى يعني أو الخروج من غرفته إلى الساعة التاسعة تقريبا ومن التاسعة يبدأ اليوم كما قلت يعني لك فيه ما بين الاجتماعات المستويات القيادية أو المستويات الحكومية الزيارات اجتماعية لقاءات تعلم هناك فيه لقاءات دائما بعض مرات بيجزل لقاء الساعة 12 في الليل فيه لقاء الساعة 11 في الليل فأنت تتكلم عن متوسط ما أتحدث به وليس هذا كان برنامجه اليومي العشاء معروف يعني كان فلافل يعني وكوز اللبن وزعتر وبندورة وبتعرف إحنا في عنا في المخيم يعني وفي غزة عنا فلافل أبو طلال وفلافل المدهون يعني وفي عنا كمان أحد محلات الجميلة عنا محلات حمص طالب فيعني بعض مرات نجي بنا صح حمص من هناك فيعني هذه كانت تقريبا اليوم العادي تقريبا ما هي هم الدروس السياسية والحياتية التي تعلمتها من والدك بشكل يعني تعلمت من والدي أن أكون رجلا لكل أبناء شعبنا الفلسطيني أتمتع بعلاقات مع الجميع لا يعني لا أقطع أحدا حتى لو قطعنا أن نود الجميع أن نزور الجميع أن نكون مع الجميع في أفراحهم في أطراحهم أن أكون ابن المخيم أن أكون حامل قضية المخيم وقضيتنا الوطنية وقضية اللاجئين أن أكون مساعدا لأي شيء وطني أو إنساني على قاعدة أنني أنا كنت ابن يعني القائد الأول على مستوى الحركة وعلى مستوى الحكومة وفي ظل الظروف كنت أنا جزء مهم جدا لربط العلاقات على المستوى الوطني وعلى المستوى السياسي أقوم بإجراء اتصالات تلفونية حتى من كان خصمنا سياسيا وأكثر كما يقولون الجمود أو الهوى في بعض الأمور على المستوى السياسي أن أحافظ على إرسنا الوطني الفلسطيني مع أنني أنا رجل ليس كثيرا جدا تطلع بالتطلعات السياسية بل تطلع بالتطلعات دائما بالعمل التي استطعت أن أكون جزءا منه وإنجازي منه برعاية الوالد ودعمه في عملنا الرياضي عملنا الشبابي في عمل التوافق الوطني في الوحدة الوطنية في حب الناس في حب الجميع وأن أبقى على هذه على هذه العلاقة متواصلا ونحافظ على إرسها حتى في مخيمنا وحتى في مساعدة الناس وأهلنا وجيراننا في مخيمنا وأن نبقى دائما بين أهلنا هل كان لولدك هوايات أو اهتمامات خارج الطاق عمله السياسي؟ نعم كان هوايته الرياضي وهو رياضي وهو لاعب منذ نعومة أظافره في ساحات المخيم وكبر مع هؤلاء اللاعبين في الساحة في النادي زي الكابتن عماد التتري زي الكابتن زيادة بوعودة الكابتن هان الطناني كابتن نعيم العلول كابتن بشير عطالله سمير عطالله أمين عطالله أنور الغلاييني وآئل السالمي هشام الترامسي أبو عبد الله عزات الترامسي زاكي برود محمد اللي جوجة طارق السعفين أبو عنطر الحمامي كابتن مصطفى نجم عبدالقادر السلفيتي يعني قائمة كثيرة جدا من اللاعبين اللي كانوا في الساحات الشعبية ثم انتقلوا إلى النادي ثم إلى المساجد النبي الحمدتو محمد المدهون عماد حمدتو المرحوم نهر السالم يعني قائمة تطول بأسماء اللاعبين ولذلك كانت هويته الرياضة ثم بعد ذلك انتقل على المستوى الإداري رئيس النادي الجمعية الإسلامية في عام 92 تقريبا إلى عام 2000 تقريبا ثمن سنواته هو رئيس النادي وكان أيضا بعهده النادي تطور على مستوى لعبة كرة الطائرة وأصبح بطل فلسطين وأيضا شارك في رئاسة النادي في أول بطولة شارك بين نادي في السعودية عام 1996 في بطولة كرة الطائرة أيضا كمان من الهويات الرياضية أن نحافظ على تجمع قدام اللاعبين حتى ما كان رئيس حكومة أخذ يعني وزارة الشباب والرياضة يعني في حكومته في الحكومة العاشرة أو الحكومة الحدي عشر أعتقد أنه كان وزير للشباب والرياضة مع رئاسة الوزراء وجمع مجموعة كبيرة من الرياضيين من أمثال أساطير كرة القدم الفلسطينية الكابتن ناجي عجور الكابتن خالد أبو كويك الكابتن اسماعيل المصري أبو ياسين الكابتن زكريا مهدي الكابتن نعيم السويركي يعني الكباتن الكبار الكابتن المرحوم جمال أبو حشيش الأستاذ معمر ابسيسو أبو أحمد الكابتن زياد أبو صمرة يعني كان هناك من الكباتن يعني الكثور الذين أيضا الكابتن حسين الحج الكابتن نايف عبدالهادي وثم بعد ذلك تنقل ما بين الوزارة وثم بعد ذلك أصبح تجمع لقدام الرياضيين وقدام اللاعبين بكل يوم أربعاء يتجمعوا في ملعب اليرموك وإقامة المباريات وأيضا السهرات الرياضية وحتى مشاهدة ومتابعة يعني مباريات كرة القدم أيضا من على مستوى رؤساء النادي وإدارات النادي حينما كانوا لاعبا الأستاذ علي أبو حسنين الأستاذ يحيى شمية المرحوم الأستاذ وليد أيوب الأستاذ بدر يسين شقيق الشيخ أحمد يسين على مستوى نادي الجمعية حينما كانوا لاعبا بإدارة النادي الأستاذ محمد برود الأستاذ خليل القوقة الشيخ أحمد يسين رحمة الله عليه على مستوى سدسيات المساجد في 85 84 86 كان عندنا فريق المسجد الغربي وهو كان أحد اللاعبين يعني محمد الحلو عاطف حسونة أشرف الحلو زياد أبو عودة عاطف حيسن محمد المدهون كمال أبو شكفة فايز الهسي سليمان العمودة نبيل حمدتو عماد حمدتو أبو خليل زهير بنات يعني كان أبو محمد عبدالجادر يونس فكان يعني سبحان الله الكابتن محمود برود الكابتن زكي برود الكابتن نعيم برود رفيق اللقطة طارق السعفيني هذه مجموعات يعني كانت دائما تنقلت ما بين الوالد كلاعبين الكابتن محمد البواب الكابتن محمود فرحات الكابتن سفيان الدواوسة يعني كان الوالد بحياته الرياضية متنقلا كثيرا بين لاعبا وإداريا ووزيرا ورئيسا للوزراء وبين قدام اللاعبين أيضا كان من يعني حتى في الرياضة ممارسة الرياضة حتى في حتى قبل استشهاده بيومين يعني قبل مغادرته كان له برنامج يعني رياضي يحفظ عليه ساعتين تقريبا في اليوم على مستوى الجيم وعلى مستوى المشي أيضا من هواياته الوالد كان صاحب صوت جميل عزب حتى على مستوى الفن كان هناك يعني صاحب موويد صاحب أنشيد صاحب صاحب مزاج يعني كما يقولون على المستوى أيضا من المواهب صاحب الخط الجميل يعني الوالد حينما كان يكتب الرسائل ويكتب بخطه الجميل كان أجمل من يعني بخط الرقعة أيضا كما كما معروف بأنه إمام مسجد وخطيب ويعني مفوه منذ عمره خمسة عشر عاما تقريبا وهو يعتلي المنابر أيضا الابتسامة الوالد صاحب نكتة يعني نكتة جميلة ابتسامة جميلة يعني بنجعل يعني هو سبحانه أسر الناس بابتسامته يعني الوالد لم يكن وجهه يوم من الأيام عابسا حتى في أصعب الظروف يمكن إلا في بعض تقريبا يعني المواقف التي تحتاج أن يكون هناك لحظة الغضب يعني شهدنا في خطاباته في صفقة القرن شهدنا خطاباته في يوم اغتيال الشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليه شهدنا يوم خطاباته حينما كان يعني يتحدث بقوة بشعاره الخالد حينما حصرت يعني حكومته وعرض عليه فلذلك الوالد هواياته يعني كثيرا ومن هواياته أيضا كان قارئا يعني برغم كثير من الظروف الوالد كان يقرأ يعني في كتب يعني الثقافة كان يقرأ يعني مثقفا كثيرا جدا لديه معلومة لديه إحاطة معلومة الوالد كان لديه أيضا يعني ليس هواية ولكن ميزة ميزة الزكاء وكان أيضا من ميزه أنه يصنط يعني من الاحتمال أن يكون في أي وفد يتحدث ساعتين الوالد يصنط ثم بعد ذلك يجمل يعني في الكلام وأيضا كان حتى الناس التي يعني حينما يأتوا إلى الحج في أي قضية يخرجوا من عندهم وهم زعلانين تلاقيهم مبسوطين جدا وكأن الأمور حالة الانفراج يعني كيف كان والدك يتعامل مع الانتقادات الموجهة إليه وإلى حركتها الانتقادات الموجهة للوالد كان يتعامل معها كالتالي بأنه تصدقنا بعرضنا إلى الله عز وجل ومنذ أن وضع يده على المصحف وحلف اليمين في رئاسة الحكومة قال لنا بأننا اليوم نحن رئيس حكومة ورئيس الحكومة سيتعرض لانتقادات كثيرة كل من لم يأخذ مصلحته من الحكومة سيتعرض وأن هناك أيضا أناس سيعرضون هذا النموذج الجديد إلى انتقادات وتشوهات وإشاعات كثيرة نحن نتعامل مع هذه الانتقادات كأنها تحفزنا لأن نصنع شيئا أفضل وأحسن وننجز أكثر بعملنا على المستوى العائلي وعلى مستوى المخيم وعلى مستوى الإنساني وعلى تواضعنا مع الناس وعلى كل المستويات التي نعيشها وكم من حرب الإشاعات التي خرجت فقلت لك أن هذه كنا نتعامل معها بأنها لا تؤثر بنا وأنها كانت هذه الإشاعات إشاعات ترد يعني على أصحابها بالإساءة أكثر الانتقادات لحركة حماس بالتأكيد هذا فصيل سياسي وحركة سياسية ويعني هذا الموضوع ما بين الانتقادات والاختلافات كان الفرق الوالد بين الاختلاف والانتقاد الاختلافات السياسية بالتأكيد والاختلافات على أشخاص هذا شيء يعني واضح والاختلافات البشرية بالتأكيد ولكن حينما يكون الانتقاد متعلق بانتقاد التجريح لأن هناك للأسف بعض المحطات وصلت فينا إلى انتقادات جارحة جدا حينما كان الخصام السياسي الفلسطيني وخرج عن أخلاقه الوطنية والأخلاقية والإنسانية وكان الوالد بحكم قيادته وكثير من القضايا الشخصية أوقف أي أحد على مستويات أن يتعرض بالإساءة الإنسانية لأي شخص من الإخوة والخصوم السياسي ما هي أكثر المواقف الصلوبة التي واجهها الوالد في الفترة قيادته وكيف تعامل معها؟ أصعب المواقف كانت كما قلت لك عملية الإغتيال الذي تعرض لها في معبر رفع حينما كان عائدا ولكن تعامل معها بحكمة عالية جدا وأيضا تعامل معها بسحب كل فتيل أي الأزمة أيضا من القضايا الصعبة التي كانت الخلافات الأمة وخلافات الطائفة وتعامل معها بأنه وقضية فلسطين هذه قضية الأمة جميعا أن لا نخسر أحد وأن لا نخسر أي شخص أو أي إنسان وأن الطوائف وأن الصراعات وأن كل ما يدار هو بالتأكيد كانت مرحلة صعبة علينا وعليه فكان يعني عنوانا للتوافق الأممي وتوافق يعني الوطني وتوافق يعني الوحدة الأممية من أجل مشروع وتحرير فلسطين كيف كان والدك يرى مستقبل العلاقات الفلسطينية الداخلية خاصة مع حركة فتح الوالد لديه شعار دائما أن الوطن بجناحي فتح وحماس وأن لا يمكن لحماس أن تلغي فتح ولا يمكن فتح أن تلغي حماس وأن مسافة التقارب بين حماس وفتح على المستوى السياسي والمستوى الوطني مستوى كبير جدا من التقارب وأن ما كان في عهد يعني الرئيس أبو مازل من تقارب سياسي وما قدمته حماس يمكن كان أكثر من التقارب التي قدمته حماس للرئيس أبو عمار في حياته رحمه الله على المواقف يعني السياسية ولكن دائما كان يقول لابد أن نمتلك إرادة فلسطينية أن تكون أقوى لذلك وأن فتح بما معناه هي حركة عظيمة بتاريخها وإرسها وكان دائما يقول من لم يحترم ماضيه لم يحترم مستقبله فتاريخ الشعب الفلسطيني انطلق على مدار مئة عام منذ 1917 ثم ثورة البراق وهذا التاريخ ثم يعبد والقسام وثم الثورة الفلسطينية المعاصرة وكان هو دائما يتحدث بتاريخ فتح وتاريخ الثورة الفلسطينية وتاريخ الشهداء وأن تحدث بأن بطفولته وشبابه يعني تعلموا كثيرا من منهج الثورة الفلسطينية وكان وحركة فتح حركة كبيرة وعظيمة بإرسها وتاريخها وأن اختلفنا سياسيا فهذا الاختلاف لن يكون هو العائق بل أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يفسد كل القضايا ويفسد كل الاتفاقيات وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد الشعب الفلسطيني لا يريد فتح ولا يريد حماس هل كان لوالدك أي ندم أو رغبة تغيير أي من قراراته السياسية الكبرى؟ يعني لا أعتقد لأن كل القرارات السياسية الكبرى هي كانت قرارات واحدة باتجاه الإطار الوطني الفلسطيني وأهداف حركته في هذا الأمر هو أكثر شيء كان يزعله أن ما جرى من أحداث فلسطينية داخلية وأن هذه الأحداث الفلسطينية الداخلية كانت محطة أليمة في شعبنا الفلسطيني والحمد لله استطاع أن يطوي هذه المحطة من خلال عام 2014 في حكومة التوافق ثم مع الأخ محمد دحلان والطيار بإعادة العلاقة ورجنة التكافل والدخول إلى معترك من ارتقوا شهداء في الأحداث الداخلية بالمصالحة الاجتماعية وأنهم قطعوا شوطا مهما جدا في أكثر من 150 شهيد من أصل تقريبا 300 شهيد دفع لهم الديات وكانت المصالحة الاجتماعية وهذا كان كثير جدا جدا من أفضل وأسعد الأيام التي كانت في هذا الموضوع هل يمكنك مشاركتنا بموقف إنساني أو شخصي أظهر جانبا مختلفا من الشخصية؟ أبو العبد كل حياته إنسانية ليس هناك موقف واحد هناك آلاف المواقف لأنه كل حياته وكل مواقفه إنسانية مع أبناء شعبنا مع أهل الشهداء مع كل شيء ولذلك هو كان يعني دائما لديه مواقف كما قلت لك هو كان المسجد عبارة عن مكتب متنقل بعد صلاة الفجر يستقبل مئات الناس بمساعدة الناس بيته مفتوح 24 ساعة للمواقف الإنسانية واستقبال المواقف الإنسانية وكم كان سعيد جدا حينما يقوم بمساعدة بأطفال الأنبيب وأن ينجب أو تنجح هذه العملية كم كان سعيد جدا حينما يقوم بترميم بيت أو بما معناه لأسرنا الفقيرة آلاف البيوت آلاف المشاريع التي قدمها في هذا الأمر ولذلك كل حياة الوالد هي مواقف إنسانية كيف كان يتعمل والدك مع الضغوط النفسية الناتجة عن مسؤولياته القيادية؟ يعني دائما كان متسلحا بالاستغفار والتسليم إلى الله عز وجل ولذلك دائما الوالد كان ثقته بالله عالية جدا 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 لم أتصور أن في إنسان كان يسلم أمره لله عز وجل بقيادته في حكومة أو قيادته بحركة مثله وكان دائما كل شيء صعب يريد أن يزلله ما عاد الصعوبة على الاحتلال بينه وبين الاحتلال هذا المقاومة والدم أما بين أتكلم عن المواقف في إطار شعبنا الفلسطيني أو بإطار داخل الحركة أو حتى بإطار داخل الحركة ولذلك كان دائما مرحا دائما صاحب صدر واسع ولذلك كان دائما يقولون أنه أبو العبد أي موقف صعب جدا على المستوى الداخلي أو على المستوى الحركي أو على المستوى حتى العائلة مثل الاسفنجة التي يعني بمعنى بتمس كل الغضب وهذا سبحان الله كانت ميزته هل كان لوالدك أي وصايا أو رسائل خاصة للشعب الفلسطيني أو لقيادة حماس قبل رحيله؟ يعني كانت دائما الوصية لشعبنا الفلسطيني أنه يبقى مستمرا في جهاده ونضاله ومقاومته حتى تحرير أرضه ووطنه دائما وصيته لإخواننا في حركة حماس بأن وحدتنا الوطنية وتوافقنا الوطني وأن كل القواسم المشتركة مع شعبنا الفلسطيني يجب أن نستمر بها وأن نحفظ قوتنا ومقاومتنا مع وحدتنا وأيضا دائما أن نكون كالجسد الواحد لأن كل إخواننا وكل أبناء شعبنا الفلسطيني هم مشاريع شهادة فلا تغررنا المناصب ولا نختلف على الكراسي ولا نختلف على أي شيء فالاختلاف واحد فقط كيف ننجز أكثر لمقارعة هذا الاحتلال وأن نوحد شعبنا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر